بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين الكرام انطلق بهذه اللحظات شوطن الخامس بتعداد يشواط ومنفسات سن اللقاية مع ايضا انطلاقات وتحديات ارضية ميدان البصير لنتابع معكم مسيرة هذه الانطلاق لفئة الابكار نبدأ مباشرة مع الاسماء الخمسة الأولى المذاعة مع مسيرة هذا الشوط لنشاهد اول المراكز والمقدمة الطيارة جبر بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري على المركز الاول لكن ينخطف اول المراكز من غبل حربة علي بمحمد بن ناصر الشنجل المري مقدمة حربة على المركز الاول تأتي الطيارة على المركز الثاني مع الكواري المركز الثالث التقدم من حاملة الرقم تسعة سوقا لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني المركز الرابع من تحمل الرقم واحد طواري لسعيد بن سال بن مبارك بن جويل المري مع رابع التحديات المركز الخامس نتابع على خامس المراكز من تحمل الرقم واحد عشرين السعادية لمحمد بن علي بن أحمد أهل علي المعابيد هذا هو النداء الأول الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط لنعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنتابع معكم مجريات المقدمة انطلاقة الصدارة مسيرة هذا الشوط مع طواري من تحمل الرقم واحد وتبحث عن الرقم واحد وعن المركز الأول سعيد بن سال بن مبارك بن جويل المري على المقدمة هذا الشوط مع أول المراكز المركز الثاني أتابع على ثاني المراكز صوق حمد بن سريع بن سعيد الشهواني مقدمة لنا الشعارة بانطلاقة صوق على المرتبات الثانية المركز الثالث الشنجل يقدم لنا حرب من بدأت تعلن الحرب بانطلاقتها تعود ملكيتها لعلي بن ناصر العلي محمد بن ناصر الشنجل من يمتلك حرب المركز الرابع نتابع الطيارة جبر بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري خامس الأسماء خامس التحديات تقدم السعادية لمحمد بن علي بن أحمد آل علي المعاضيد مقدما لنا انطلاق التسعادية على المركز الخامس خلف الخمس أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء والإذاعة لكن ترقب قدوم الشعارات قدوم الأسماء المتواجدة الحاضرة للنداء والأسماء المذاعة على ما يبدو بأن ثلاثة المراكز الأولى بدأت تنفرد بهذه اللحظات بدأت تنطلق مع هذه المسيرة لنتابع أول المراكز طواري طواري على المركز الأول في حالة طواري تحضر معنا بانطلاقتها مع أول المراكز تحمل شعر سعيد بن سالة بن مبارك بن جوهويل المري من يقدم لنا انطلاق الطواري المركز الثاني أتابع الطيارة على ثاني المراكز طيارة حاضرة لتبدأ بالإثارة ليستمتع شعار الكواري بانطلاقتها على المركز الثاني جوهويل جبر بن جاسب من ربيع بن عيسى الكواري المركز الثالث بدأ الانضمام من غبل عذبة حمد بن سالب مفخود على حنيتم المري قادم عذبة اللي بدأت تغير من مركز إلى مركز حتى وصلت إلى أول المراكز المركز الرابع نتابع تواجد حرب علي محمد بن ناصر الشنجل المري المركز الخامس خامس التحديات تواجد شهنية حمد بن محمد بن حبونة المري قادم أيضا شعارة مع الشهنية وعلى ظهر الشهنية على المركز الخامس بمسيرة هذا الشهود نعود إلى أول المراكز نعود إلى المقدمة لنتابع الصدارة المطوع لنتابع مقدمة هذا الشهود لنشاهد مسيرة وانطلاقة أول المراكز الله الشهنية الحاضرة وعذبة عذبة الحاضرة على أول المراكز عذبة اللي تبت عذبة الأسماء المتواجدة والمشاركة بمسيرتها وانطلاقتها على أول المراكز حمد بن سالب مفخوط الحنيتم المري المركز الثاني التواجد من قبل طواري على ثاني المراكز عندها طاري عندها أعلوم بانتزاع الصدارة تتربص الأوضاع تراقب أوضاع حذبة بمسيرتها اللي طواري لسعيد بن سالب مبارك بن جويل المري المركز الثالث بن حبونة قادم مع الشهنية حمد بن حمد بن حمد بن حبونة المري المركز الرابع وصل شعار شوباش تقدم شعار الصعاق مع انطلاقة برق عبداليزي محمد بن علم المتعب الصعاق المري المركز الخامس يتصل في هذه اللحظة الشهنية حمد بن جر الله بن علي بن حسين أهل بريدي وصلنا إلى المنعطف الأخير أو بدأنا بالاقتراب من هذا المنعطف الكوع الأخير إلى الناموس إلى التتويج إلى بر الأمان إلى خط الفيصل الاتجاه السليم نحو خط النهاية مع انطلاقة الأسماء عذبة وطواري طواري وعذبة عذبة وطواري الله المنافسة الثنية التي تدور ما بين عذبة وما بين طواري بدأنا بالاقتراب من لافتة الكيلو مثل الأخير هذا الكيلو الملتهب بالمنافسة الملتهب بالصراع والنزاع نحو الناموس نحو التتويج أمور المقدمة مع عذبة عذبة على المركز الأول حمد بن سالب المبخوط الحليتم المر المركز الثاني طواري اسعيد بن سالب مبارك بن جويل المري والمركز الثالث القدوم من شعار بن حبونة وشعار الصعاق وصلها لا محالة مع المركز الثالث والرابع وأمور الصدارة عذبة 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 صامدة حتى هذه اللحظات مسيطرة على المقدمة وعلى الصدارة بانطلاق ذاتي آداء مميز بدون أي تعليمات رقصة ذاتي عبر ذبنة الجهاز عبر الصوت تقدمنا الحروض الجميلة عصا تراك دوامنا في إبطانها لكن لكن الأمور الأمور بخطر الأمور بخطر وعذبة على المركز الأول عذبة على الصدارة حمد بن سالب مبخوط الحنيت من المري يفوز في هذا الشوت ينتزع ناموس في هذا الشوت ينتزع هذه النقطة الثمينة على أرضية ميدان البصير والجميع يناثر انطلاقة عذبة الفائزة في هذه الانطلاقة تبالها ترحيب عذبة مع هذه الانطلاقة الجميلة الانطفاع المميزة نحو الناموس الله بنحبونا السعاق لكن عذبة عذبة فازت معنا بهذه الانطلاقة فازت في هذا الشوت الثاني والتبريكات نازفها لحمد بن سالب بخوت الحنيت من المر المركز الثاني ووصلت شانية حمد محمد بن حبور ترجمة نانسي قنقر